السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله ايها الاحب الكرام حديثنا اليوم عن اكل الحلال واستجابة الدعاء فهناك علاقة وطيضة بين استجابة الدعاء وبين ان يأكل المرء من الطعام الحلال ويشرب من الشراب الحلال ويلبس من اللباس الحلال وينتفع من النفع الحلال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يربي الامة ويغرس فيها هذه المعاني فقال مما قال ان الله طيب ولا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعة اغبر يمد يديه الى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغدي بالحرام فانا يستجاب له هذا حديث نبوي صحيح رواه الامام مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم اراد ان يغرس فيهنا هذه المعاني فقال ان الله طيب ولا يقبل الا طيب فالله تعالى له الاسماء الحسنى وله الصفات العلا ومن اسمائه انه طيب ولا يقبل الا طيب والطيب معناه الطاهر النقي الحلال الذي ليس فيه ما شيء من الخبيط وقد جاء ذلك كثيرا في القرآن الكريم فقال ربنا عز وجل قل لا يستوي الخبيط والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيط فالخبيط جاء مقابل الطيب ومن مقاصد البعتة النبوية الشريفة ان النبي الكريم قال عنه رب العزة ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائط فالحق عز وجل طيب ولا يقبل إلا طيبا كل عمل كان فيه خبت كل عمل كان فيه سوء كن متوقع بأن الله تعالى لا يقبله ربنا طاهر ولا يقبل إلا ما كان طاهرا ربنا طيب ولا يقبل إلا ما كان طيبا لهذا أمر جميع المرسلين بأن لا يعملوا إلا ما كان طيبا في الأعمال إن الله أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين ف لكي يستجيب الله تعالى دعاء الإنسان لا بد أنه من أكل المال الحلال ثم ذكر بعد ذلك رجل نموذج أنه كان يتحر أسباب الإجابة لكنه كان يأكل حرما ذكر الرجل يطيل الصفر أشعة أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب هذا الرجل استجمع كل أسباب الإجابة أولا رجل يطيل الصفر لأن الصفر هو مدعاة لاستجابة الدعاء فالمسافر يشعر بالمشقة ويشعر بالتعب ويشعر بالغربة ومن تم دعوته مستجابة وقد جاء في الحديث ثلاث دعوات مستجابات دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم فدعوة المسافر مستجابة لأن الصفر يكون طويل والمسافر يشعر بالغربة ويشعر بالمشقة وبالتعب وربنا عز وجل يرحمه ويستجيب دعوته هذا الرجل يطيل الصفر أشعة أغبر بمعنى أنه يعاني ضروفا صعبة لباسه رت وشعره منتفش والعرق يتسبب من جبينه ولا يجد حتى الوقت لكي يغتسل ولكي يستحم فهو في تعب وفي ضنق وفي مشقة وطبعا كل من كان حاله هذا أيضا مدعاة لاستجابة الدعاء فربنا عز وجل جعل هذه الصفات علم على المعاناة والحق عز وجل يجيب دعوة كل من يبتلى ويصبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال رب أشعة أغبر لو سأل الله لأبره لو دع الله لأبره أشعة أغبر بمعنى أنه يعاني معاناة شديدة ثم قال الرجل يطيل الصفر أشعة أغبر يمد يديه إلى السماء هذا الرجل أيضا فعل فعلا آخر لهو يمد اليدين إلى السماء معنى أنه ربنا عز وجل يستجيب لكل من يرفع يديه فقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحيي لمن رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبين فهو الله تعالى مجيب للدعوات لمن يرفع اليدين وكان النبي الكريم كثيرا ما يرفع يديه إلى الأعلى حتى يرى بياض ابطيه ثم قال يطيل الصفر أشعة أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب يدعو باسم الربوبية لأن اسم الربوبية أيضا مدعاة لاستجابة الدعاء ففي الحديث إذا قال العبد يا رب يا رب يا رب ثلاثا قال له الله تعالى أي عبد سلتعطى لأن الدعاء باسم الربوبية وهو كثير في القرآن الكريم ربنا لا تواخدنا إن نسينا أو اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقتنا به كثير اسم الربوبية ربنا آتنا في الدنيا حسن وفي الآخرة حسن وقنا عذاب النار كل من دعا باسم الربوبية كما جاء في كتاب الله تعالى مدعاة لاستجابة الدعاء فهي كثيرة هذه الكرامات التي أعطاها المولى عز وجل لكن هذا الشخص رغم أنه استجمع كل أسباب الدعاء إلا أنه مطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغدي بالحرام فأن يستجاب له هذا الشخص إنسان مؤمن هذا الشخص إنسان عابد استجمع كل أسباب استجابة الدعاء لكنه وقع في المحرمات فكان لا يستنزه عن أخذ المال الحرام والطعام الحرام والملبس الحرام هنا جاءه مانع قوي من الاستجابة لهذا قال في الحديث بخاتمته فأن يستجاب له يعني هذا استفهام إنكاري كيف يمكن لرب العباد أن يستجيب لرجل يأكل الحرام ويأخذ المال الحرام ويتغدى بالحرام هنا أراد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يربين على أخلاق الإسلام وأن الإنسان قد يعمل الكثير من الصالحات ولكنه حينما يتساهل في المال الحرام فإن ذلك قد يؤدي به إلى عدم الاستجابة يروى من بين القصص الغريبة أن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان في سفر وكان عنده غلام جاء متعبا قال له يا غلام هل من طعام قال له نعم قال له هناك لحمة قال اشويها وهتها فلما جاءه باللحمة سيدنا أبو بكر بدأ يمضغ فسأل الغلام من أين لك هذه اللحمة قال مررت على قوم من أهل الجاهلية في عرس فأهدوني إياها فسيدنا أبو بكر أخذ يقتلع تلك اللحمة من جوفه حتى أخرجها وهي مصبغة بالدم فقيل له يا أبا بكر وما مقدر هذه كلتها خليها الدوز قال يوم لا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل لحم نشأ عن سحت فالنار أولى به كل لحم نشأ عن سحت فالنار أولى به ومرة معاد بن جبل قال يا رسل الله ادعو الله ليك أكون مستجابة دعوة أريد أن أكون دعوة مستجابة فقال له يا سعد أطب مطعمك تكون مستجابة دعوة أطب مطعمك تكون مستجابة دعوة والذي نفس محمد بيده إن العبد ليقدف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل الله منه عملا أربعين يوما فكان الصحابة رضي الله عنهم كما ربهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يبتعدون عن لقمة الحرام يروى أن الحجاج ابن يوسف الثقفي لما كان في العراق وكان رجل مستبد وكان رجل ميال لسفك الدماء حينما حل بالعراق علم أن إحدى القبائل عندها الدعاء مستجاب وإذا دعت عليه بالضمار والخراب فإنه سوف يصيبه ففكر وقدر كيف يمكن أتخلص من هؤلاء فقال لآل خادمه اذهب لهؤلاء الناس وقل لهم إن إن الخليفة يأمر كل واحد أن يأتيه بعشر بيضات عشر بيضات لغرض ما الناس تعجبوا قالوا الحجاج هذا الوالي القائد ماذا يريد أن يفعل بالبيض فجأوه كل أسرة جاءت بعشر بيضات ووضعوها على عتبة المسجد في كمية هائلة وبعد ذلك قال لهم لقد غيرت الخطة كل من جاء ببيض فليأخذه ليسترجعه فبدأ الناس يخلطون في البيض كل واحد يأخذ أجود ما ما وقعت عليه عيناه وبالتالي أخذ ما ليس له ومن ثم وقع في مال حرام أنا ذاك اطمأن الحجاج وقال الآن حتى ولو دعوا علي بسوء فدعوتهم غير مستجابة لأنهم أكلوا الحرام نحن مطالبين أيها الأحيب الكرام أن نبتعد على قدر ما نستطيع من أي شيء حرام خصوصا الإطعام واللباس والشراب والانتفاع ربنا عز وجل يقول ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتاكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون من يداب إلى المحاكم سيهد هناك قضايا كثيرة سببها نزاعات حول المال كل يدعي بأن الحق حقه وأكيد أن أحده مظالم والآخر مظلم فمن بين المال الحرام المنهي عنه هو مال اليتام الذي قال فيه رب العزة إن الذين يأكلون أموال اليتام إن ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيسلون سعيرا ثم هناك أكل الربا لأن الله تعالى حرمه وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم منهم ثم ذكر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنواع أخرى من المحرمات كالتطفيف في الميزان حينما يبيع ويشكي يغير في الميزان وين للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم فهذا أيضا من الحرام وكثيرا ما يكون البائع والشاري يزيد وينقص في الميزان وكذلك صور الحرام كثيرة منها الصرقة الغصب الغش الغلول الرشوة كلها معاملات محرمة نسأل الله تعالى أن يحفظنا منها هذه المعاملات قد تقتر في أي عصر في أي زمان في أي وضعية لهذا حذر النبي الكريم منها وقال سيأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه ولا ما أخذ منه أمن حلال أم من حرام فما أحوجنا أيها الأحبة الكرام أن نصفي مالنا وأن نرد الحقوق إلى أصحابها كل من أخذ مالا لصاحبه يرده إليه الآن الآن إن تعذر عليه فليكتر من الاستغفار يستغفر المولى عز وجل وربنا الغفور ذو الرحمة أسأل الله الواحد الأحد أن يحفظنا وإياكم بحفظه ويجود علينا بجوده اللهم أمين يا رب يا كريم الحمد لله الحمد لله الذي من علينا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الكتاب الأبقى والقلب الأتقى والثوب الأنقى الحمد لله الذي من علينا بنبينا محمد خير من هلل ولبى وأفضل من طاف وسعى وأعظم من سبح ربه الأعلى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي سلم عليه الحجر وحن إليه الشجر وانشق له القمر يا رب صل على سيدنا محمد سيد المرسلين سيد العابدين سيد الحامدين سيد المتقين سيد الساجدين الراكعين سيد الشاكرين سيد الأولين والآخرين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في هذه الساعة المباركة وصلاتكم أيها الأحباب تبلغ إليه وهو حي يرزق في عالم البرزخ خصوصا يوم الجمعة الله تعالى يتقبل صلاة وسلام العباد وتبلغ إلى النبي الكريم بأسمائنا وأسماء أمهاتنا وأبائنا فارفعوا يديكم جميعا وانقلوا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تزيل بها عنا الهموم وتزيل بها عنا الغموم وترفع بها عنا الأحزان والمخاوف والأوهام اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشحين بها من جميع الأمراض والأسقام والآلام اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحرسنا بها في اليقظة والمنام اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر لنا بها جميع الدنوب والآثام اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تسترنا بها بسترك الذي من استتر به لا يضام اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفين بها من أمراضنا وأسقامنا وتحفظنا بها من خلفنا ومن آمامنا وتغفر لنا بها دنوبنا وآثامنا اللهم يا ربي كريم صل وسلم على سيدنا محمد واشرح بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرش بها همومنا وكشش بها غمومنا واغفر بها دنوبنا واقضي بها ديوننا واصلح بها أحوالنا وبلغنا بها آمالنا وتقبل بها توبتنا وآنس بها وحشتنا وطهر بها ألزنتنا وارحم بها غربتنا وارحم بها يا كريم جميع أمواتنا اللهم أباءنا وأمهاتنا وأعمامنا وعماتنا وخالاتنا وخالاتنا وأجدادنا وجداتنا وجيرالنا وأحبابنا وكل من له الحق علينا اللهم ببركة الصلاة والسلام على مولانا رسول الله اجعل قبورهم جميعا في هذه الساعة روضة من رياض الجنة اجعل قبورهم مزارا للملائكة اجعل قبورهم روح وريحا وجنة نعيم اللهم اسقيهم شربة ماء من حوض سيدنا نبينا محمد صلوا جميعا على محمد صلوا وسلموا على سيدنا محمد شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا 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 شكرا